السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي نتمنى إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال و بصحة جيدة بالنسبة للوصفة اللي غادي نقترح عليكم اليوم كعك ديال العيد كي يجي رائع بزاف كمقترح توجد الفطور ديال العيد إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم كي يجي مقرمش يجي غزال في المادق وبمكونات اللي متواجدة في كل بيت يعني المكونات دياله اللي هي بسيطة اقتصادية لكن الشكل دياله أولى المادق كي يجي رائع فاخليكوا معي إن شاء الله لآخر الفيديو غد نتعرفوا على المقادر وعلى الطريقة ديال التحضير وفرجة ممتعة بالنسبة للمكونات عندي معلقة كبيرة عمرة ديال فيغميسل عندي جوج ملاعق كبار ديال الزبدة بيضة وحيدة عندي جوج ساشي ديال فاني خمرة وحيدة كأس ديال حليب كأس إلا ربع ديال سكر سنيضة كذلك كأس إلا ربع ديال زيت وعلى بركة الله غد ندوزوا إن شاء الله للطريقة ديال التحضير فاخليكوا معي إن شاء الله بيش تعرفوا على المراحل هنا أخديت أولا كأس ديال سنيضة جوج ملاعق كبار ديال زبدة بحرارة المطبخ وغادي نضيف لهم كذلك واحد ساشي ديال فاني هنا الفاني بنسبة لنكهة اختيارية جوج ديال ساشي ديال فاني وممكن هنا تستعملوا حتى النافع ممكن اللي بغي يديروا يديروا أنا هنا اكتفيت بالنكهة ديال فاني عندي بيضة واحدة كذلك كأس إلا ربع ديال الزيت فهنا غادي نخلط المكونات كيف ما كتشوفوا غادي نمزجهم زيان مزيان وغادي ندخل الزيت في المكونات يعني حتى ما تبقاش الزيت كتبان تماما غادي نخلطهم زيان هنا كيف ما لحتو الزبدة بحرارة المطبخ فهي سهلة ما ما كتاخدش منه واحد الوقت يعني سهلة باش كندخلوها في العناصر هنا قبيصة ديال الملحة لتعديل الضوق وهنا غادي نضيفو الحليب حليب عادي يعني ماشي يكون سخون ولا ولكن حليب عادي دافي قبيصة ديال الخاميرات الحلويات من فئة ثمانية جرام وكذلك ملعقة كبيرة ديال فيغميسل حتى الفغميسل هنا اختياري ممكن تخلو عليه وممكن ما نديروش فانا هنا استعملت الفغميسل كي اعطي غلويين وصافي بالنسبة للدقيق انا عمرت الكأس الاول وغادي ندخله في الخاليط هنا غادي نقول لكم مش حال استغرقت ديال الكؤوس ديال الدقيق هذا كذلك الكأس الثاني كان بقى نضيفه بالكأس بالعبار ديال العنبة كأس ديال العنبة وهنا فاش ندخل الكأس ديال الدقيق في المكوينات مزيان عاد باش نضيف كأس اخر كذلك غادي نعمر كأس الثالث هذا الكأس الثالث ها غادي نخلط مزيان مزيان المكوينات فهنا انا بغيت نعطيكم القياس بالكؤوس يعني باش تعرفوا القياس هنا خلاص القياس ديال الكأس العنبة معروف انا زيت الكأس الرابع وغادي نستمر خلط المكوينات حتى نحصله على واحد العجينة اللي هي رطبة ليينة ورخوة يعني واحد العجينة اللي رطبة بثاف انا غادي نزيده الكأس الخامس فارا العجينة التلصق احنا العجينة ديال الكعك مخصاش جينة التلصق في اليدين وكذلك مخصاش جينة قصحة لكن كتجي هي هادي كتجي رطبة فهنا غادي نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا نحصل على عجينة اللي هي رطبة عجينة ليينة فهنا استعملت خمسة ديال الكؤوس ديال العنبة خمسة ديال الكؤوس ديال الدقيق هانتوما كيف ما كتشوفوا القاوم ديالها قاوم ليه هو رطبة عجينة رطبة بثاف ومتمسكة كذلك ما تكون شكا تلتصق في اليدين هانا غادي نشكل الكوريات اللي هي صغيرة بحل شكل ديال غريبة صغيرة هانا ما عبرتها للكومش بالقرمو ولكن عينيكم ميزانكم الكويرة تكون غي صغيرة ما تكونش كبيرة وغادي نستمر بها الطريقة هذي حتى نكمل العجين اللي عندي هانا شكل كورية صغيرة فهنا يمكن لكم تجربوا تقطع واحد الكورية صغيرة وتجربوا شكل ديال الكاك يعني تديروها بحل سيقار و تسدو وتشوفوا وش هدك هو القياس اللي بغيتو ديال الكاك يعني الكاك يخصو يجينها صغيرة ولا حسب الرغبة كل واحد كيفش كي يبغي يصيبوا فقط انا تقسمت معاكم لغوست ديالو صراحة جغزة كانوا يوجدوا الفطور ديال العيد ان شاء الله ضروري ما يكون حاضر في المائضة ونتمنى ان شاء الله هنا لإعجابكم وتجربوه بسيط وكان زينو به طبالة ديال الفطور ديالنا ما تعكزوش عليها هالمقادر ديالو بسيطة وتقدروا توجدوا يعني ما ياخدش لكم الوقت تقدروا حتى الأشياء توجدوا وتطريقة الاحتفاث ديالو راكيجي مقر مش ممكن نحتفظو به في واحدة يعني حتى صعب حل اي حليوة وكيبقى لنا مدة طويلة فهنا اخذت بيضاء وضعت عليها شوية ديال الكوبل وشوية ديال الحليب سنطربهم مزيان مزيان والآن سنأخذ واحد الكويرة اللي شكلنا من قبل سنصعبها بحال شكل ديال السيجار كيفما كتشوفو سنأخذ واحد الجانب وكنقسمو بالموس نفتحوه وكنوضع فيه الجانب الآخر وكنقفل كنسد عليه فكيفما شفتو الطريقة سهلة ومبساطة فهنا من اللي تسدو الكاك من الأحسن ما تجبدوش ولا خليوه هاكاك صغير فاش مليك توضعوه في البيض وتولي وتهزوه راكي يكبر الحجم ديالو شوية سيريجز جانبه وكيفما نتجد سمسم كلها واحدة وجدتها فكيندووزها في البيض مع الحليب وكوبل وكندووزها في السمسم كتجيعامرة بسمسم يزيان هنا بالنسبة لالشنجلان وخامي يكون محمر فرقيت حمر لنا في الفورن كيفما كتشوفو فكيندووزها في البيض ومباشرة كنوضعها في السمسم فهنا كتجي رائع بزاف يمكنكم تجعل المكسرات التي يريدون يمكنكم تجعل الكعكة يمكنك تجعل السمسم وضع السمسم وضع السمسم وضع السمسم شكريات مبساطة لذلك اشكر مبساطة يشكري الكريات وضع السمسم في السمسم هذا السمسم معجب وضع السمسم يمكن أن نحضره في المناسبات أو في الفطور و في القوتة سأستمر بنفس الطريقة الطريقة روضة معكم جيدة الآن بعد ما كملتهم كيف تشاهدون في البيض نستعلم بفرشت و نفندهم جيدا في السمسم و نقلبهم على الجهة الأخرى و نستفهم في طبص المدهون الذي سندخلوا في الفرن طريقة سهلة و نستمر نكمل كمية التي لدي لن تسهل الطريقة حتى تشكلوهم كامل و بعد ما ندخل المرحلة الزين سوف نزيد السمسم حيث ترى الطريقة هذه يهزلنا كثيرا يكون ضجم دهون في البيض فهزلنا كثيرا السمسم يأتي عامر و يأتي الدكور صراحة غزال بعد ما يأتي زوين و نستمر بنفس الكيفية حتى نسليو الكيمية التي لدينا فما زالك نزيد السمسم حيث ترى و يجب أن يأتي كمية كثيرة و هنا حسب الرغبة كيف قد لكم ممكن تديروا حتى اللوز أو لا تديروا كوكاو حسب المتوفر نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل القياس لدي كيف ترى ففندوهم من الجهة تبجوج و نقلبهم كذلك على الجهة الأخرى صراحة طريقة سهلة و مبساطة و ان شاء الله نتمنتنا الإعجاب لكم فأنا أريد أن نتقسم معكم جميع التحضيرات التي وجدت جميع الحلوات و اي حاجة وجدتها لفطور ان شاء الله فأنا سنتقسم معكم و سنتقسم معكم كل شيء كيف مولفة هنا عندي كوكاو مهرمش بعد ما سليد الكيمية الأولى يعني الطبصل الأول لوجه السمسم فهذا الطبصل الثاني ان شاء الله سنحضره بكوكاو مهرمش يجد تكور دياله غزال و حتى المعدة الكوكاو فأنا أعرف أنه يجد زوان في هذا الكاك ان شاء الله اعجابكم طريقة ديالتزين و كذلك تجربوه و ينال إعجابكم فهنا ستسبقوا شكلتهم كاملين فرد طريقة تجي سهلة طريقة ديالتزين تجيني سهلة فهنا ستشكلوا الكيمية كاملة و من بعد كيف قلت لكم فرد يعني خليوا الكعكة على الحجم دياله الصغير من اللي تصدوه حيث من اللي كنديروه في البيض وكنهزوه فرد كي تجبت شوية الحجم دياله وهنا بعد مسألة الكيمية كلها اللي عندي كيف ما كتشوفوا هذا التبصيل كيف ما شفتوا معايا زينته بكوكو التبصيل الثاني زينته بسمسم فالكمية دياله تبارك الله كيمية اللي هي وفيرة كي يعطينا بزاف ويعني طب سلعة كبير ان شاء الله هنا لإعجابكم ولا أعجبكم ولا أعجبكم الكعكة اللي بارتاجي سمعكم اليومان نتمنى ان شاء الله تخليوا لي الأراء ديالكم في الكومنتر وما تنسوش الفيديو من اللي لايك كيف ما كتشوفو كيف ما كتشوفو كي يجي الوين دياله محمر وغزال وكي يجي كذلك الماطق دياله هائل نتمنى ان شاء الله هنا الإعجاب ديالكم فالعجبكم الوصفة ديال اليوم لا تنسوش تبارتاجيوا مع الأحباب والأصدقاء اللي تعوم الفائضة ونلتقي ان شاء الله في وصفة أخرى مع فيديو آخر بإذن الله ودومتم في أمان الله وما تنسوش تجيعات تجيعات بشكتش تجيعات نعطي أكثر وأكثر ونتقسم معكم أي حاجة درتها وان شاء الله إلى فيديو آخر